عليش يعطيك الصحة سعى على اختيار الموضوع هذية اللي هو مهم ياسر واول حاجة معناه نحب نفسر عليش نحكيه على هالموضوع في رمضان على خاطر قاعدين نشوفوا كل رمضان في ظهور تعكورات على المرضى متاعنا اللي عندهم امراض كلاه مزمنة اللي يصوموا حتى اللي ما يصوموش وهذية معناه الخاصية اللي قاعدين نشوفوا فيها هالتعكورات هذية تهم الكلاوي مزيدة تهم بعض الأعضاء الأخرين كما القلب والشرائين بما أنه المرضى اللي عندهم امراض كلاه مزمنة عندهم زيدة امراض مداخلة اللي هي امراض الكلاه وشرائين وبعض الامراض اللي تمثل الأعضاء الأخرين هذي الحاجة اللولة الحاجة الثانية يمكن فما ناس بشي تسائلوا عليش بعد زوزة سبيع من رمضان وقتها تواجينا نحكيه على امراض الكلاه ونقولهم اللي ماهوش موخر اللي تواجيه نحكيه على الموضوع اللي اللي هذا هو وقته على خاطر بداية من الأسبوع الثاني الثالث الجزء الثاني من رمضان هو اللي تبدأ تظهر فيه برشا تعكورات أمراض الكلاه يعني طرح الموضوع هذي في الوقت هذا مهم وقته مناسب برشا بي دكتور نحكيه على اللي عندهم أمراض الكلاه المزمنة اللي مايستوموش مثلا قبلش تقول شيء أنا مذابية فما نحب نأكد عليها قبل ما ندخلوا يعني في صلب الموضوع هو أنه أولا وأخيرا حكاية القرار متاع السيام ولا مش سيام هو يتخذ الطبيب المباشر اللي هو أحسن واحد يعرف المريض ويعرف تطورات المرضى متاعه ولهذا كل ما بش نعطيهه احنا تاوه كنصايح هو يقعد يعني بصيفة جوزت بش إنسان يعرف حسب التقريب شنوه ولكن القرار الأول والنهائي يرجع للطبيب متاعه لأنه كل حالة شنوه تستوجب معناها الاحتياجات الخاصة بها بالنسبة للناس اللي ما يلزمهمش يصومو الناس الكل اللي عندهم فشل كلاوي حاد هذكا ما فيش حتى كلام مهما كان سببها الفشل هذيه هو ممنوع عليهم بش يصومو النوع الثاني من الناس اللي ما يلزمش يصومو هما الناس اللي عندهم فشل كلاوي مزمن ولكن متقدم يعني ماهوش بعيد ياسر على تصفيت الدم النوع الثالث هما الناس اللي قوموا دجا بدأوا يعملوا في العلاج بصفيت الدم هذوما الناس ممنوعة لهم الصيام الناس اللي عندهم ارتفاع وضغط الدم اللي ماهوش معدل ولا مرض السكري اللي متعكر زيادة كيف كيف وغير معدل بتعرف انتو اللي المرض الكلاه المزمن يعني اسباب اسباب الرئيسية متاعه هو مرض السكري ومرض ارتفاع ضغط الدم اه كيف كيف انواع من امراض الكلاه كما التكيس الخلقي الكلاه هذوما يعني اكثر نوع من الامراض الخلقية اللي تصيب الكلاه هذوما ولو ما عندهمش فشل كلاوي ممنوع عليهم بش يصومو هذوما يسمعوني توا بش يعرفون رواحهم اه فما الناس زادة كيف كيف اللي جاوهم ما عندهمش مدة طويلة كريزات متاعها كلاوي اه على خاطر عندهم حجر هذوما كيف كيف زادة ممنوع عليهم لانه الجفاف ونقص الماء بش يؤثر على الحجر هذوما ايه ويخلي تصير كريزات اخرين وتصير تعكرات في الكلوة ايه وبالطبيعة الناس اللي زارعين كلية بالخص في السنة اللولة بعد الزرع هذوما ممنوع عليهم بش يصومو هو الا اللي زارعين كلية وعندهم وظيفة كلية المزروعة مهيش مهيش قوية برشة يعني من خفضة ولا مش مستقر الناس هذوما الكل اللي عندهم امراض كيلية من نوع هذية ممنوع عليهم بصيفة قطعية الصيام هذية مفيش حتى كلام لكن كما حكيت انت الدكتور قلت رغم انهم معنيها ممنوع عليهم الصيام لكن تصير معهم تعاكورات في شهر رمضان صحيح صحيح ايه ايه برشة تعاكورات تصير اول حاجة اكبر مشكلة يعني هي الجفاف متاع الدن من الماء واللي يخلي يعني وظيفة الكلوة يعني تتعكر يعني حكاية الدويات معادش ياخدوهم بصيفة منتظمة والسكر ولا اذا عنده السكر اذا عنده ارتفاع ضغط الدم بش يتعكر كيف كيف بش يأثر بصيفة مباشرة على الكلاوي ويعني يدخل الانسان في حلقة مفرغة اللي تنجم تأدي الى مشاكل كبيرة هذي ربما تعاكورات نجم تصير للناس اللي ممنوعين على سيم اللي عندهم معناها امراض دلكلال اذكرنيهم نحكي وتوى على الناس المسموح لهم انهم يسوموا شنوه اهم الناس احنا نجم انا بذبين اخلق بل على الناس اللي ما تسيمش لانه برشة ناس تتصور وانه في رمضان الناس اللي ما تسيمش خطر طبيب منحهم ولا خطر هما ما ينجموش يعني تتعدى الفترة هذية بصفة طبيعية وهذا مش صحيح كيف كيف يعني قاعدين نشوفه عند الناس اللي ما همش قاعدين يسيموا وعندهم امراض كلاه مزمنة قاعدين نشوفه اللي هما بيدهم قاعدة تصيرهم تعاكورات تقول لي علاش هالتعاكورات هذية وقت اللي هما ما همش صايمين على خطر نس هذوما رغم اللي ما همش صايمين الريتم يعني امتحياتهم في رمضان قاعد يتبلبز برشة مثلا يولي تسهرية برشة تولي ماكلة قوية ومالحة برشة تولي ماكلة الحلويات مع العائلة في الليل تولي نقصين في شربين الماء وتفرعيز في الماكلة يعني في النهار بالخص للناس اللي تخدم على خاطر يحشموا بشكل قدام الناس هذية حاجة قاعدين نشوفوا فيها ويقعدوا في الدار كيف كيف يضيعوا في الريتم العادي متاع ماكلتهم كما وكيفا بما انه افراد العائلة اللي في الدار معهم صايمين هما بشي تفرعسوا بالقدار تفرعيز في أوقات الدواء يعني هذا الكل خلينا نلاحظوا اللي برشة ناس مصابين بأمراض كيلان مزمنة ورعم انهم مايصوموش فانه المرض متاحهم قاعد يتعكر ولهذا انأكدوا على انه الناس اللي ما تصيمش راهوا يلزمها تواظب على ريتم تاع عيشة متاحهم متاع الماكلة متاع شربين الماء متاع الدوائل في الريمات العادية كما في رمضان بالضبط تحاولوا يقربوا أكثر ما يمكن للريتم العادي متاع رمضان واحنا نعرف كما حكيت انت ان نظام الغذائي متاعنا يتبادلوا خاصة مائدة الافتار تلقانا يناكلوا كل شي مع بعضو زيدهوما كيف كيف شنو أهم النصائح مثلا شو هنعملوا في مكلتنا يعني النصائح تمس برشة حاجات وتمس الناس اللي ما تصيم مش كما الناس اللي تصيم نبدأوا بالناس اللي ما يلزمهايش تصيم يلزمهم يحافظوا بنسير قدر إمكان على ريتم تاع حياة متاحهم عادي كما في خارج رمضان في الماكلة في شربين الماء في أخذ الأدوية متاحهم وبالنسبة للناس اللي يسمحوا لهم طبيب متاحهم بش يسيموا هوني أحسن شي انه المريض قبل رمضان معنا قبل أيامات ولا حتى قبل أسابيع من رمضان يزور طبيب متاعه ويعمل فحص مع طبيب متاعه اللي نجم يطلب له بعض التحاليل واللي في بعض الأحيان يعني معناه حسب التحاليل هذو ما بش يعدلوا دوياته ويفسر له كيفاش نجم يخذهم في رمضان يعني تمكنوا بش يبدأ وينطلق في رمضان بطريقة باهية حاجة أخرى يلزم في الليل يعني من شقال فتر سهور شرب كمية كافية من الماء على القليلة إترا ونص إترتين بالطبيعة بعد استشارة تقليب مشكل تعتقنا إترا ماء نحن نشربوها ورا بعضه هذا ما هيش باهية يلزم يحاول نفرق كمية الماء هذية على الفترة اللي نجموا ناكلوا فيها اللي هي فترة يعني تتراوح من معناها بضع سويعات ساعات بالأخص في وقت اللي يبدأ رمضان يجي في الصيف نحاولوا قدر الإمكان معناها نفرقوا كمية هذية على فترة الإفتار بالطبيعة اللي بتعادها للمائكلة الحلوة برشة ولا المالحة برشة والمائكلة القوية هذية للأسف هذية قاعدين نشوفوا فيه برشة في رمضان وهذية عادة حتى شفت شوية أنا البحوث الواحد اللي محطوطة من ناحية طبية حتى في الدول العربية والإسلامية الأخرى نفس المشكلة هي تتعاود ما هيش كان عنا أحنا شوية حركة ومشي بعد شقان فتر فترة كيفية ومعقولة من النوم لأنه كي ينقص النوم لبدان الكل وبش يتفرعس المحافظة على أخذ الدويات يعني كيما قال لنا طبيب هذية زدة كيف كيف والطبيب يقوم بتعديل يعني للناس اللي سوموا في أوقات أخذ الدوي فما دويات اللي كنا نخذوها الصباح وبش تتقرب الوقت متاحة يمكن أكثر توليف السحور فما دويات تخذ في الليل بش يحاول يقول لك في السهرية وقتاش بالضبط يعني فما تعديل متاع دويات اللي مهم بش يصير فما حاجة أخرى اللي بتتر فما ناس ما تعرفهش اللي في بعض الأحيان النجمو ننصحه بالصيام للمرضى متاعنا بصفة غير مسترسلة يعني المريض نقولولو باي تحب تصوم لخليوك تصوم ولكن تصوم لمدة ثلاثة ولا أربع أيام بصفة مسترسلة وبعد ترتاح نهير ولا ثني كسوم المتقطع بالضبط هالي تسمى صوم متقطع وهكاكا يعني اللي نحاولو نحدو من أثار الصيام اللي ما هيش باهية على الأمراض معناها الناس اللي عندهم أمراض الكيلات وبعد رمضان ينجم الإنسان يرجع في عقله ليمات هذوما وبالطبيعة ليحا رجع ليه هذي نعرفوها فيه ما لهوش رألومي الحاجة أخرى مهمة يعني في أي قلق يصير للمريض وهو صايم يلزم الوقت الصيام ويتوجه لطبيبة متاعه ويشوف معاه هل أنه يلزم يواصل ينجم يواصل في الصيام وإلا ليه هذي حاجة ما يلزمش إنسان يتقوى على روحه ويواصل في الصيام وتكون أنه هي ما هيش باهية لأنه تصير تعاكرات كبيرة يستحق حتى ساعات الرقاة في المستشفى وتهون يدخ فيه في مشكلة كبيرة لأنه مرض الكيلة متاعه بشي تطور بصيفة كبيرة ساعات ما نجموش حتى نرجع بالطوالي وضحياتك صحة دكتور شكرا لي كنت نسائح متاعنا اليوم لي مرضى الكيلة ضوابط في رمضان شنو أهم النسائح الضرورية ليهم سواء الناس اللي صايمين وإلى لي وهم لاحتياتات الواجب اتخاذها شكرا لي كماروخ دكتور محمد المونجي بيشا أستاذ محاضر مبارس في أمراض الكيلة بالمستشفى الشرنيكول لتعود أنتما ترجعوا للباج اوفيسيال اللي ذي على الوطنية التونسية والتابعوا مختلف في النسائح والتيخذوا بالكليم اللي أحكيناه توقف فقرة سؤال دكتور التسعة وطلاثة وطلاثين دقيقة مازالنا مكملين معكم الساعة الأولى من صباحة تونسية خليكم معنا شبائي خرمشين للسوق المرة ذاية بش نزوروا صفيق سنشوفوا شنو الأحوال للسوق خليكم معنا تابعونا نوصلوا دليم على الموزيكة